اهلا بكم مشاهدين يوم كامل وساعات قليلة مرت على اللحظة الأولى للززال المغرب ما يزيد عن ألفين ضحية ومثلها أعداد المصابين العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه بإقامة صالة الغائب في مجمل مساجد البلاد كما أرى حداد الوطنية العام لمدة ثلاثة أيام اشتركوا في القناة هذا تستمر عملية التبرع بالدم استجابة للداءات أطلقتها السلطات سواء على العيادة أو المشاف في مختلف المدن كما توفتت أعداد كبيرة إلى المستشفى العسكري محمد الخامس الدراسي بالرباط وكذلك المستشفى العسكري ابن سينة بمراكش حيث يتم تنظيم عملية التبرع بالدم من قبل عناصر القوة المسلحة للمساهمة في مواجهة للطلب المتزايد على الدم للجرحة في المستشفيات مشاهدين من مدينة مراكش معنا مراسل العربي عدل الزبيري أهلا بك عادل وبذاتا كيف قضى المغاربة ليلتهم الثانية على إثار هذا الزلزال لو تروي لنا مشاهداتك وانطباعاتك عما عايشته في الساعات الماضية تفضل عدل صباح الخير قضى هدئات من المغاربة ليلتهم في العراء سواء في بلدات وقرع إقليم الحوض أو حتى في بعض الأحياء في مدينة مراكش المغربية هذه المدينة الكبيرة والقريبة من إقليم الحوض والتي أيضا تأثرت بقوة الضربة الزلزالية ليلة ثانية في العراء اضطرارا الاعتبار أنها أحسن حل في مواجهة تشقق المنازل وتفضعها وانهيارها وخوفا كما يقول السكان من حجوث هزبات ارتدادية من الممكن أن تؤثر عليهم أو أن هذا الخيار يبقى من نسبة إليهم الأفضل لتجند أي كارثة جديدة يمكن أن تكون لا قدر الله سببا في وفاتهم في المناطق القروية التي سابعناها طيلة الليلة الماضية وكلنا فيها الناس يتقاسمون كل ما لديهم من قليل أو كثير أقاموا مخيمات بسيطة افترشوا بطانيات ويتغطون أعدوا بعض الوجبات بإمكانياتهم في انتظار أن تصل إليهم دسور المساعدات المادية على اعتبار أن الساعات الماضية كانت تركيز مغربيا على جهود الإغاثة الإنسانية لإنقاذ الذين لا يزالون تحت الأنقاذ الآن أيضا تجاوزنا في عدد الضحايا صف الألفين وفات وأيضا من العناصر المطمئنة أن أيضا أكثر من ألفين شخص عفوا أكثر من ألفين شخص جرى إنقاذهم للأسف بينهم عشرات المصابين إصاباتهم دليغة جراء انهيار المنازل وأيضا أن بعض المنازل في بعض القرى ممتنية بسخور وهذا ما تسبب للأسف الشديد في هذه الحفيلة الثقيلة وأيضا المنازل البسيطة بمواد بناء بسيطة الآن نتركك حصيلة جديدة الساعات القليلة المقبلة وأيضا بعض المساعدات الإنسانية من طرف بعض الجمعيات التي قررت أن تنخرج في هذه المجهود ولعل التحدي الأبرز أيضا عادل هو الذي وجه السلطات حاليا هو الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة في ظل الطرق المغلقة بفعل هذه المناطق التي تقطعت بها السبل هل تمكرت السلطات من الوصول إلى المحاصرين في هذه المناطق وهنا نتحدث عن عدل كبير من هذه القرى والمناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها غالبية القرى المنكوبة والنائية والمتوارية عن الأنظار وصلتها في الأسقاض الميداني لا تزال بعض القرى البعيدة والتي كانت الزلزال فيها قويا وأتحدث هنا عن الأقل ثلاث قرى صغيرة بحسب مصابر العربية والشهود حيان هذه القرى تتواجد في مركز الزلزال لا تزال فيها على الأقل طريق واحدة جرى هدمها بالكامل بسبب انهيار الصخور الجبلية ما تسبب في حصول انقطاع تام لهذه الطريقة وذلك الآن مجهودات ميدانية بجرفات ضخمة جرى إحضارها لإعادة بشقة هذه الجبال في مجهود ينخرط فيه فرق عمل ميدانية مدنية وأيضا فرق الهندسة العسكرين القوات المسلحة الملكية المغربية في محاولة للتغلب على هذا المعيق الذي جعل الفرق الميدانية غير قادرة على الوصول إلى ما تبقى من هذه القرى القليلة في العدد والتي لا تزال معدولة على أمن أن يكون الوصول ليها اليوم ممكن سابعنا البارحة كيف دفعت السلطات لمعدات وجرفات كثيرة بالإضافة إلى دعم البشري من الفرق المدنية وأيضا من الفرق العسكرية نعم وهذا ما أكده الهدية المغربية وأمس عادل حينما تحدث عن نشر وحداته ومعدات لوجستية في المناطق المنكوبة وهنا سؤال أيضا عن القيمة المضافة التي شكلتها مشاركة الجيش في جهود الإنقاذ كانت مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربي أي الجيش المغربي فارقة لحكم الخبرة وتراكم التجربة في مجموعة من الكوارث خواء في المغرب وأيضا في المجهود الدولي وفقى اتفاقيات الشراكة التي تربط المغرب مع الكثير من الدول وأيضا لقدرتهم على الاشتغال لساعات طويلة من دون توقف وأيضا لوجود بعض المعدات المساعدة سواء المعدات فضح الطرف أو أيضا المهارات التي اكتسبوها في اشتغالهم الميداني حضور القوات المسلحة الملكية المغربية أصبح معتادا في الكوارث والنوائب والأزمات وحضورهم يطمئن حتى السكان هم مصدر فخر وأيضا مصدر طمأنة يجعل السكان يؤمنون أن الجهود فتقلن بالنجاح كأنها قنينة أكسجين تساعد المنكوبين على مواجهة هذه الصدمة بفراحة شعرنا في القرى التي تواجد فيها عناصر الجيش المغربي أن الناس مرتاحين ويشعرون بنوع منها الصمألة أنهم بين أيدي أمينة إلى أي مدى هناك حوجة في المنطقة التي تواجد فيها الآن في مراكش عادل إلى مساعدات وعون عاجل ربما من ولايات أخرى أم أن الإمكانات المحلية حتى الآن كافية بحسب متابعاتك وما شاهدته مدينة مراكش هي مدينة مليونية مدينة كبيرة أحد الأقصاب العمرانية والحضرية وهي عاطبة سياحة في المغرب لذيها أن الإمكانيات ما يكفي ولكن نحن أمام كارثة طبيعية أفزعة في الناس وأفجعتهم واضطرت الكثير من الأسر ذا الاستمراء الليلة الثانية على الثواني رغم تصميم السلطات بأن هزات الارتدادية ليست خطيرة لكن إقليم الحوز الكبير إلى جانب ثلاث أقاليم أخرى مجاورة هي شارودانت وعظلال وشيشاوة تحتاج إلى كل الدعم اللوجيستي والإنساني والتضامن بحسب ما سمعناه ميدانياً في إقليم الحوز وبحسب ما وصلنا من المصادر وشهود العيان وما يتداول وحتى الإعلام المغربي ومنصات التواصل الاجتماعي أمام هول هذه الكارثة كل دعم معنوي ولوجيستي وحتى سمويني هو يساعد السكان على الصمود خصوصاً أن غالبية الطرق لم تنقطع حتى أن السلطات عمدت إلى زصور جوية باستخدام الطائرات العمودية لتسريع إخراج المصادر الذين وضعيتهم صعبة وحرجة لأن هذا الآن هو العنوان البارد في هذه الأزمة في انتظار تجميع الضحايا والمنكومة شكراً لك على كل ما تفضلت به عادل وسنقعنا معك على أي تفاصيل طورات جديدة ونعود إليك في سياق هذه التغطية مشاهدين نتعرف أكثر على تفاصيل الزلزال الذي وقع في المغرب مع الزميل حلينا الشولي إذن ما هي طبيعة الزلزال الذي ضرب المغرب ونوعيته والمدة التي استغرقها دعونا نتعرف على طبيعة هذا الزلزال في هذا العرض في قراءة تقنية أولية الزلزال وقع على عمق ثمانية عشر كيلو متراً وخمسمائة متر عمق ضحل قياساً بالزلازل التي تضرب في عمق مئات الكيلو مترات والتي يشعر بها سكان شمال أفريقيا والمغرب عادةً كما أنه ضرب في اليابسة وفي المناطق الجبلية جنوب مدينة مراكش المغربية وليس في عمق البحر وهو ما يزيد من حدة أضراره الزلزال الرئيسي تتراوح قوته حسب المناطق لكنها تراوحت في حدود 7.2 درجة و6.8 درجات على مقياس ريختر مركزه كان إقليم الحوز أما سببه فهو صدوع الأطلسي واتجاهاتها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي من القارة الأفريقية وهي صدوع نشطة تنتج نشاطاً زلزالياً متنوعاً حتى وإن كانت أقل حدة من صدوع تركيا أو اليونان أو اليابان وهنا نتحدث عن الصفائح التكتونية تحت قشرة سطح الأرض هذا ويعد الزلزال الذي ضرب المغرب من الزلزال القارية والتي تحدث بعيداً عن حدود الصفائح التكتونية وبحسب المركز الأيرو متوسطي هناك عشرات الهزات الارتدادية التي نجمت في الساعة الأولى عن الزلزال الرئيسي غير أن عنفها كانت بقوة 5.3 درجات حدثت بعد 19 دقيقة من الزلزال الرئيسي في كارثة كهذه تحدد البنية التحتية مدى صمود المباني وتقليل الأضرار معظم مباني المناطق المتضررة مبنية من الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين وذلك بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المشاهد لا تزال أولية مشاهدين لكن يمكن فهم حجم الكارثة من تصريح منظمة الصحة العالمية 300 ألف شخص تضرر جراء الزلزال كاميرا العربية مشاهدين قامت بجولة في أحد مستشفيات مراكز شواس رصدت وصول المصابين الذين تعرضوا لإصابات متنوعة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب نتابعه نحن هنا في قسم الطوارئ إغجونس أو إمرجنسي ونشاهد هناك أشخاص وصلوا للتو إلى هذا المستشفى لا أدري من أي منطقة ولكن هناك أشخاص وصلوا للتو ونحاول طبعا الاقتراب بالكاميرا لنشاهد بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى على متن هذا سيارة الإسعاف هذا وهو يبدو شاب كما أشاهد لا أدري ماذا حصل معه بالتحديد ولكن أنهم يحاولون نشل هذا الشاب أو إخراجه من الباب الخلفي للأمبلانس أو لسيارة الإسعاف لا أدري من أي منطقة وصل ولكن هي حالات أكيد أسامة تم نقلها من تحت الركام في بعض الأحيان وقد وصل هذا الشاب يعني للتو على متن هذا الأمبلانس الساعة الثانية إلا ربع صباحا للتوقيت المغربي وإذا أخذنا الصورة قبل أن ندخل مع عربة أو سريل هذا الشاب هناك أسرة أجبر مرضاها أن يكونوا خارج المستشفى لأن حالاتهم الصحية لا تقتضي هي ليست حالة طارئة فيمكنهم أن يكونوا خارج المستشفى لبضح دقائق لكي يكون هناك مكان آخر للمصابين الأكثر خطورة سوف نشاهد أسامة إذا أخذنا الكاميرا ودخلنا إلى الداخل هناك الكثير من الممرضين الممرضات الذين يهتمون بالأشخاص مباشرة عند وصولهم كما هذا الشاب طبعا هو يوجد أعتقد أنه لديه جرح في الفخد إذا أخذنا الكاميرا من هذه الناحية سوف نشاهد أن هذا الشاب يتألم كثيرا ولا يستطيع الحركة كما نشاهد وأن لديه جروح في بطنه وفي فخده ويحاول طبعا يحاول جميع الطاقم الطبي هنا في المستشفى بإسعافه بأسرع وقت ممكن وفي نفس الأثناء نشاهد هناك شخص آخر في المنطقة الثانية هناك شخص يعني اتخيل أنه هناك جرح في رأسه ويحاول الممرضين والممرضات باستعمال هواتفهم للإضاءة لمساعدة الأطباء إذا كان يلزم هناك غرز في رأسه كما نشاهد هنا وطبعا الممرضات في نفس الوقت يقومنا بتحضير المستلزمات الضرورية الأولية التي يمكن أن تكون مهمة في هذا الوضع ولكن كما نشاهد يعني الجميع هنا الجميع الجميع هنا على قدم وساق من أطباء وممرضين وحتى أهالي المصابين من هذا الزلزال المخيف الذي ضرب المغرب يقومون طبعا بمساندة ومساعدة الأطباء الموجودون أو الموجودين في هذا المستشفى لا أدري هو يعني شعور غريب الجميع على أهبة الاستعداد وفي نفس الوقت كلهم أمل بإنقاذ حياة أو مساعدة أو إسعاف بما أن بقسم الطوارئ إسعاف من وصل للتو إلى هذا المكان ينضم إلينا مشاهدين من بيروتا دكتور سامير زعاطيطي أستاذ علوم الجيولوجيا في الجامعة اللبنانية أهل بكتور سامير معنا في هذه التغطية رئيس مصلحة رصز الزال في الساعات الماضية في المغرب تحدث عن مسار إنحداري لتعداد الهزات الارتدادية التي حدثت في الساعات الماضية بعد زلزال الرئيسي طبعا هل تشهد هذه المعطيات بأن الخطر في طريقه إلى الزوال وبأن القادم ليس مغلقا بالشكل المتوقع نعم مبدئيا نعم لأن العزم الكبير هو في زلزال الأول يعني هون الطاقة المحتبسة في باطل الأرض تخرج وتخرج بقوة بقوة والملاحظ بزلزال المغرب هو هذه القوة يعني على درجة 7.2 ريختر في هذه المنطقة الغير معروف فيها ومنذ فترة طويلة نشاط زلزالي قوي ولكن البنية الجيولوجية الموجودة يعني مجموعة سلة سلاسل الجبال أطلس الموجودة هناك تدل على نشاط زلزالي قوي وتاريخ الجيولوجي يتكلم عنهم بمعنى في حقبة قديمة من 5 ملايين سنة جبل طارق أغلق تماما على البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح بحيرة تتبخر مياهه بسرعة ووصل مستوى المياه فيه إلى 1500 متر تحت السطح المي الحالية هذه حقبة تاريخية تدل على نشاط زلزالي كبير للصفيحة الأفريقية في هذه الزاوية الشمالي غربي يعني منطقة المغرب ومنطقة جبال أطلس ومن هنا الخسائل الكبيرة هي منطقة كما علمنا جبلية نائية البناء فيها ليس لمضاد للزلائل أو أنه أبناء عادية ومن هنا يمكن الخسائر الكبيرة وهن نعز أهلنا بالمغرب ولكن لماذا في هذا التوقيت تحديدا سلسة الجبال التي أشرت إليها هي سلسة الممتدة من المغرب مرورا بالجزائر ووصولا إلى تونس أيضا لم تشهد هذه المنطقة جزالا بهذا العنف منذ قرن من الزمان هل يحمل التوقيت الآن أي دلالات علمية لا أبدا ولكن يعني الزلازل هي شيء طبيعي يعني هذا التحرك للصفائح التكتونية كل شيء يتحرك يلزمه طاقة ما هي الطاقة التي تحرك سطح الكرة الأرضية والصفائح الموجودة عليها هي الطاقة الحرارية المنبعثة من باطن الأرض من مواد نووية تعمل بشكل دائم وتطلق كميات ضخمة من الحرارة التي تذوب الصخور وتجعلها سائلة حركة هذه الصخور السائلة في باطن الأرض واستضامها بالمناطق السلبة تصدر هذه الموجات الزلزلية التي تخترق الصخور وتصعد وصولا إلى سطح الكرة الأرضية والمناطق التي تخرج منها هي المناطق الموجودة بين الصفائح هي الفراغات الموجودة بين الصفائح فهذه المنطقة نشطة زلزليا بعيدة قليلا عن حدود التقاء الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوروبية وهون يجب الإشارة بأن الأطلس كمان مرتبط بالأوروجيناز ألبين يعني كمان سسر جبال الألب هذه المجموعة الجبال التي تعني استضام صفائح بشكل مباشر وتطاحن وارتفاع القشرة الأرضية عن سطح البحر هذا التصادم الذي يؤدي إلى حصول الجبال سسة جبال هملايا استضام الصفيحة الهندية بآسيا وأدت إلى جبال فوجود الجبال بهذه الكسرة بهذه المنطقة من الصفيحة يدل على نشاط زلزالي وهذا النشاط الزلزالي تاريخيا مسجل وموفق بتسكير لجبل ومن ثم بعد فترة فتح ورجعنا إلى البحر المتوسط المفتوح على الأطلس يعني إذا كانت هذه المنطقة كما تفضلتها منطقة زلازل نشطة وهي أيضا نتيجة التقارب بين الصفيحتها الأفريقية وصفيحها الأوروبية هل كان من الصعب التنبؤ بزلزال بهذه القوة في تلك المنطقة نعم نعم نحن لا نستطيع يعني نحن نعرف بأن هذا الخط عفوا دكتور نحن لا نتحدث عن توقيت دقيق لهذا الزلزال لكن مجرد التنبؤ بأن هناك زلزال ضخم ينتظر هذه النطقة نعم لا أحد لا أحد يستطيع أن يتنبأ بموقع زلزال أو بالموعد الذي سيساعد ولا بقوة هذا هناك ثلاث أشياء لا نعرف لماذا لأن هذه الأشياء مرتبطة بباطن الأرض بقوة باطنية داخلية بتجمع وبتراكم طاقة رهيبة لا نعرف متى تمتجر هذه الطاقة لتصدر هذه الموجات الزلزالية لتخرج إلى الأرض عبر زلازل أو عبر براكين أحيانا في بعض المناطق ولكننا نعرف الأشياء التي فينا نعرفها من خلال نظرية الصفاحة التكتونية الحديثة نسبيانة ظهرت في منتصف القرن الماضي نعرف أن هذا الخط فيه نشاط زلزالي ونبني بالقرب من هذا الخط نبني بأبنية مضادة للزلزالي يعني هناك تصنيف المناطق حسب هذا قريب فإذا هون هكذا عملت اليابان وهكذا يجب أن نعمل وتطوير العلوم الجيولوجية بالعالم العربي لأن نحن متأخرين أو متخلفين في البحث البحث الجيولوجي بوطننا العربي نعم شكرا يزيلك على كل هذه المعلومات والإضافات كنت معلم بيروت الدكتور سمير زعطيطي أستاذ علوم الجيولوجيا في الجامعة اللبنانية تحية التر تمكنت فرق الإنقاذ في بلدة مولاي إبراهيم من إخراج شخص حي كان عالقا تحت الأنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب حيث تم نخله على متن سيارة إسعاف لأقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم اجتمع أعضاء الوكال الألمانية للإغاثة الفنية للتحضير لمهمات دعم محتملة في المغرب بعد أن تعرضت البلاد لأعنف جلزال منذ أكثر من ستة عقود وفي السياق أعلنت نائبة رئيس منظمة الإغاثة لوكالة رويتز أنه بمجرد تلقي المنظم ألماني الإغاثة طلبا للمساعدة فإنها ستكون مستعدة لإرسال ثمانية وأربعين شخصا إلى المغرب للبحث والعمل مباشرة في إحدى المناطق المنكوبة في حال تقديم طلب دولي للمساعدة وفي حال تم قبول العرض الألماني ومن ثم تم إعلامنا بالمجريات من قبل القوات المحلية عندها ستكون مهمتنا البحث والعمل في إحدى المناطق المنكوبة معنا بوشرة المشاهدين من إقليم الحوض جنوب مراكش الصحفي جواد الأطلس أهلا بكسيد جواد معنا في هذه التغطية كيف استفق المغاربة اليوم في ساعات الصباح الأولى وبعد يوم أول صعب عاشوه منذ أمس المشهد صراحة اليوم هذا الصباح لا يختلف عن المشهد أمس ضمار الزلزال يطغى على المشهد الناس حزنة هنا هناك من فقد أولاده هناك من فقد أباءه وأهليه وذويه هذا هو المشهد المشهد الآن مشهد ضمار خاصة ونحن الآن نتحرك باتجاه إحدى البلدات على مشارف مولا إبراهيم هذه المنطقة خاصة منذ قليل مررت بالقرب من أحد المطاعم قاعات رغم أنها بنيت بالخارسانة والصخر سيد جواد يبدو أننا فقد الاتصال مع سيد جواد أطلس من إقليم الحوز هل تسمع سيد جواد الآن؟ أسمعك نعم تفضل نعم هذه المنطقة هاتفة ضعيفة جداً كما أسلفت عينت منذ قليل ونحن نخترق جبال الجبال هنا بهذه المنطقة هناك مطعم رغم أنه مبني بالخارسانة الإسمنت والحذر بطريقة قوية لكنه لم يصمت أمام الزلزال تهشم جزء منه آثار الضمار ظاهرة هنا الطرق بها انهيارات صخرية كثيرة ونحن الآن في هذه اللحظة التي أتحدث معك أن أقول لك المشهد مباشرة أن هناك العديد من الانهيارات الصخرية موجودة الآن تعيقنا من المرور لكن نحاول تجاوزها من أجل الوصول لأحدى البلدات القريبة هنا بالتأكيد هناك صعوبة كبيرة جدا في الاتصالات في هذه المناطق نظرة للظروف الصعبة التي تمرت بها البلاد والضغط الكبير التي تتعرض له أيضا خطوط الاتصال انقطع قبل قليل الاتصال مع زميل الصحفي جواد أطلس ونأمل أن يعود إلينا بأسرع وقته ويتحدث الآن عن مشاهداته وما عينه أيضا في منطقة الحوز من ظروف صعبة يعانيها السكان هناك وأيضا إضافة إلى تقطع السبل على المناطق النائية في تلك الجبال وهذه مشاهدين الصور أيضا مباشرة نتابعها الآن من مراكش تبدو فيها الحياة بشكل طبيعي في هذه الجزئية من المدينة الحياة أيضا طبيعية كما نشاهد مشاهدين في هذه الجزاوية وهذه المنطقة من مراكش التي أيضا تعلم المناطق المتضررة نسبيا في ضواحيها بشكل كبير لكن في داخل المدينة تبدو أفضل بكثير من بقية المناطق في هذا الإقليم ننتقل مشاهدين إلى زاوية أخرى من هذه الأزمة حيث يواصل الفريق الطبي الصيني في المغرب أداء مهامه في أحد المراكز الطبية الموجودة في منطقة بن جرير حيث يخاطر الطاقم الطبي بالتعارض لهزات اعتدادية لاستكمال عمله في قرفة العمليات وإجراء عمليات جراحية قيصرية وحماية الأطفال حديثي الولادة العاملون الطبيون الصينيون أعربوا عن انتزامهم بمناصبهم والوفاء بواجباتهم وسيبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمة الطبية للسكان المحليين كانت الهزة قوية للغاية لحسن الحظ لم تقع إصابات بين فريقنا الطبي طاقمنا الطبي يخاطر بالتعارض لهزات اعتدادية لاستكمال العمل في غرفة العمليات بعد الزلزال كان هناك نقص كبير في المعدات والإمدادات الطبية في المستشفى لكننا تغلبنا على هذه الصعوبات وابذلنا قصارى جهدنا للوفاء بجميع مسؤولياتنا يعود إلينا مشاهدين من مدينة مراكش مراسل العربية عادل الزبيري أهلا بك عادل من جديد ومنذ الأمس ورسائل الدعم والمساندة تصل التباعا إلى المغرب من دول ومنظمات عدة إقليمية ودولية أعلنت معظمها استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب هل بدأت البلاد في استقبال المساعدات وما هي الاحتياجات الأبرز وفق متابعاتك إذا الآن هناك دول كثيرة من إفريقيا من العالم العربي من الخليج العربي أعلنت أنها مستعدة لتقديم كل المساعدة لصالح المغرب في هذه الكارثة إذا الآن لم يؤلم المغرب رسميا عن حجم الاحتياجات ولم يؤلم أيضا المغرب عن وصول أي فرق إنقاذ دولية للمساهمة في جهود الإغاثة الميدانية المغرب إلى الآن يعتمد على إمكانياته الذاتية ويشتغل بفرقه المدنية والعسكرية لإغاثة ورفع كل الركان وإعادة تشغيل الطرق يعني هو مجهود ذاتي مغربي مغربي من الممكن أن تكون في الساعات المقبلة مطورات في هذا الجانب خصوصا أن هناك دول أعلنت أن فرق الميدانية التي أصبحت جاهزة ونترقب ما سيأتي من أخبار من مطار مدينة مراكش لأن مطار مراكش هو أقرب نقطة إلى إقليم الحوز المنكوب في مثل هذه الكوارث سابقا في العام 2004 وفي العام 1994 عندما كان زلزال مدينة الحسيمة في شمال المغرب حضرت فرق إغاثة من إكتانيا من البرتغال من إيطاليا وأيضا من فرنسا ساهمت بفرق ميدانية مدربة لسرعة إغاثة وإنقاذ المنكوبين في مدينة الحسيمة وهي أيضا مدينة جبلية في سلسلة جبال الريف في شمال المغرب نعم طيب فيما يتعلق أيضا عادل بقطاع الصحي يعني كيف يمكن تقييم وضع هذا القطاع وحالة المستشفيات وقدرتها أيضا على احتواء هذه الأعداد المتزايدة من المصابين ومن القتلى أيضا إلى غاية الآن يجري توجيه المصابين والمنكوبين خصوصا المصابين الجرحى إلى مستشفيات مئينة فراكش المدنية والعسكرية وأيضا القطاع الخاص الذي أعلن أنه في حالة تأهض لدعم القطاع العمومي والحكومي في هذه المكبه حتى أن المستشفيات المغربية الأخرى في مدن مغربية هي جاهزة سواء الطب العسكري أو المدني لتلقي كل الحالات الإصابة لم يسجل إلى الآن أي خصاص على مستوى التجهيزات الطبية هناك حديث إلى الآن عن إمكانية إقامة مستشفى عسكري ميداني يقوم به المغرب بقرب هذه المناطق المنكوبة لتقديم كل الدعم الطبي والكشوفات لأنه ربما هناك أشخاص رغم أنهم ناجون ولكن لديهم تداعيات نفسية صدمت هذه الكارثة وهولها وأيضا قد تظهر إصابات بين هؤلاء الناجين وهذا يدفع الآن السلطات المغربية إلى الدفع بإمكانيات طبية ضخمة لمساعدة المنكوبين في هذه الكارثة خصوصا في الجانب الطبي والنفسي نعم هو بشكل عام عدد الإصابات يمضي في ارتفاع كما يبدو لكن هل من معلومات حول مستوى هذه الإصابات التي تصل إلى هذه المستشفيات وما إذا كانت هي العامل المرجح لإرتفاع عدد الوفاية في البلاد إلى الآن نتحدث عن أكثر من 200 حالة أكثر من 2000 عفوا نتحدث الآن رسميا في المغرب بحسب معطيات رسمية وآخر حصينة صدرت في ليلة البارحة نتحدث عن أكثر من 2000 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة نجاة من الذين جرى إنقاذه من تحت الأنقاذ من الفرق الميدانية المتخصصة هذين الرقمان المتقاربان يحيان مباشرة وفق المعطيات الإحصائية الرسمية أن جهود الإغاثة مكنت من خلق نوع من التعاد الميداني بين الذين جرى إنقاذهم هناك إصابات خطيرة باعتراف رسمي مغربي ننتظر معطيات دقيقة من المسؤول الصحيين لأنه بالتأكيد حسب شهود العيان تحدثت إليهم العربية هناك بعض الناجين الذين جرى إنقاذهم وكانت الإصابات فضيعة عندهم كسور وكدمات وردود وطبعا المشاهد من طرف شهود العيان تحدث للعربية أن الكسور الكبيرة هي السمة الغالبة عند الناجين الذين جرى إخراجهم من تحت الأنقاذ خصوصا أن بعض المنازل مبنية بحجارة كبيرة فلنتخيل عندما تسقط هذه المنازل بالحجارة وقطع الخشب الكبيرة وفق الطريقة التقليدية التراثية في البناء في هذه المناطق من المغرب بالتأكيد أن سقوطها على الإنسان سبب كسورا فضيعة على مستوى الجسد هل هناك بعض المناطق فقط تعتمد منذ الأمس على الجهود الشعبية دون أدنى وجود للجهات الرسمية فيها السلطات المغربية تمكنت من تغطية غالبية المناطق المنكوبة طبعا الجهود الشعبية موجودة ولكن هي في مثل هذه الكوارث تاريخيا في المغرب يجري نوع من الشراكة المربحة بين السكان المحليين الذين يعرفون المنطقة وتضاريسها ولديهم أيضا تجربة في التعامل مع مثل هذه الأوضاع السلطات المغربية هي من تقود الجهود الميدانية في عمليات الإنقاذ ولكن أيضا مدعومة بالسكان الذين لديهم رغبة في المساهمة واستمعنا البارحة إلى شهادات من شهود عيان كيف أنهم رابطوا وساعدوا حتى أن أحدهم حكى للعربية أنه كان يحفر بيديه بالوصول إلى أصدقائه وجيرانه الذين تلتقاهم قبل ساعة وفي رمشة عين يعني رآهم يتحولون إلى عالقين تحت الأنقاذ منهم من خرج وفق روايته حيا ومنهم من قضى نحوه للأسف الشديد نعم نعم طيب نحن نتفق بهذا القدر ونبقى معك في متابعة دائمة لتطورات هذا الملف من مراكش أيضا كنت معنا مرسأة العربية عادل أزوبي لتحياتي عادل مرسأة العربية نسألة من نشيرها بالطبط هو من نسبة الماء ونحن نحوان سادتين نحن صابرين للجوع وصابرين للعاطش ونطلبهم الله يسر الأمور ويسر الأمور على آخر إن شاء الله والله معناس لو تبتعو المدينة العتيقة وتشوف المنازل اللي هي عيبة وتشوف الناس النحر الناس المكتية والله مؤلم يا أحد لو كان عندك أخك ولا أختك والله مؤلم ويعود إلينا مشاهدنا من قيم الحوز جنوب مراكش الصحفي جواد الأطلس أهلا بك جواد من جديد وقدمت تحدثنا قبل قليل عن مشاهداتك في تلك المنطقة وما يتعلق بالمناطق النائية التي تقطعت بها سهول جراء سقوط الصخور وصعوبة إزالتها من الطرق أيضا لكن السؤال أيضا إضافة إلى ما أشرت إليه هناك منازل تهدمت بشكل إنجوزي وأصبحت أيلة للسقوط ولم تعود أيضا قابلة للعيش والحياة فيها كيف اعتمد تعاطي مع هذه المنازل هل هناك فرق هندسية موجودة وتباشر عملها فيما يتعلق بالفرز وتصديف هذه المباني ما الذي شاهدت حول ذلك جواد نعم نحن هنا وصلنا منطقة مولا إبراهيم إحدى أكثر المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة إيغيل هنا مولا إبراهيم ليست بعيدة كثيرا عن منطقة إيغيل حوالي ثلاثة كيلومترات إلى خمس كيلومترات إذا مررت بطرق غير معبدة بخصوص المنازل التي تضررت وتصدعت بسبب الزلزال نجد أن السلطات منع منع بات السكان من العودة لبعض المنازل خاصة على مستوى المناطق القريبة من بؤرة الزلزال هنا بإيغيل لماذا؟ لأن هذه المباني قد تسقط في أي لحظة وخاصة ونحن أسجل على مستوى البارحة أعتقد الساعة الخامسة مساء ونحن في بلدة أمزميز أحسسنا بارتدادات خفيفة جدا سبق وتم الإعلان عنها في عدد من وسائل الإعلان محلية وأيضا لدى عدد من الخبراء والمختصين الذين أكدوا أن كانت هناك هزات ارتدادية خفيفة البارحة على مستوى بتوقيت الساعة الخامسة بتوقيت المغرب لذلك هذه المنازل حاليا وهي متصبعة غير قابلة للسكن والعودة إليها أشبه بمغامرة ومجازفة قد تؤدي بحياة آخرين من التحديات التي تواجه البلاد جواد على المستوى الرسمي والشعبي هي الشائعات التي تطل برأسها أيضا من حين وآخر ما يفاق من حالة التوتر في البلاد هل يشكل انتشار الشائعات عاملا مقلقا في هذه المرحلة أم أنها لا تخرج عن طاقها الطبيعي نعم الشائعات هي تفاقم الوضع وتفاقم العلاء في قلوب السكان خاصة وأن الناس هنا في هذه المناطق عاشوا لحظات جد مرعبة نحن نتحدث عن قرى دمّلها الزلزال بالكامل استوت على الأرض فتخيل حجم الهلع وحجم الخوف لدى هؤلاء السكان مع انتشار الأخبار الزائفة ألاحظ منذ مساء أمس أن وكالة الألباء المغربية التي هي وكالة المغرب العربي من الألباء تحاول منذ البارحة تكديب عدد من الأخبار الزائفة سواء المنتشر على السوشيال ميديا سواء المتداولة على مستوى الشوارع والمقاهي كي لا تبطي طابعا آخر من العلاء هذه الشائعات وهذه الأخبار الزائفة نعم طيب أيضا بالنسبة لما يتعلق بالشرائح المختلفة في البلاد والمؤثرة أيضا مع هذه الأحداث نتحدث هنا عن النخبة السياسية عن رجال الدين الفنانين الرياضيين الممثلين ونجوم المجتمع عموما هل كان لهم حضور بارز في الساعات التي تلت هذه الكارثة بخصوص الشخصيات العامة والفنانين وعدد من الرياضيين كانت هناك مبادرة محمودة من طرف المنتخب الوطني المغربي سور الأطلس الذين قاموا بالتوجه لمراكز التبرع بالدم وإلغاء مباراة التي كانت مبرمجة مع منتخب ليبيريا كذلك عدد من الفاعلين السياسيين وعدد من المسؤولين أيضا توجهوا لمراكز التبرع بالدم خاصة وأنني عينت على مستوى هذا الصباح توجه عدد من المتبرعين إلى عدد من مراكز الدم خاصة في إقليم فردان ونحن أحدث عن إقليم حوز أيضا منطقة الحوز أيضا أن مدين سردان داخل إقليم الحوز ولا تبعد كثيرا عن بؤرة الزجزال بإقليم حوز طيب يعني مثل هذه الظروف الصعبة أيضا جواد ربما تتفيق بعي يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس يظهر ذلك جليا على المستوى الأمني من حيث عمليات السلب والنهب التي تحدث في دول كثيرة في مثل هذه الظروف وعلى المستوى التجاري أيضا من حيث جشع بعض التجار وارتفاع أسعار السلع هل عايشت مثل هذه الأحداث في بعض مناطق البلاد بخصوص المناطق التي تجولت فيها خاصة هذه المناطق التي تضررت بالزلزال لم نعاين أي شيء من هذه المشاهد على العكس تماما لاحظنا تضامن السكان تضافر الجهود تآذر فيما بينهم تقاسم الرغيف تقاسم الماء تضامن واسع هنا بهذه المناطق لم نلاحظ صراحة أي من هذه المشاهد لحضور اللحظة الأكثر من ذلك هناك العديد من الناس المواطنون هاديون الآن أخذوا على نفسهم مبادرات إنسانية من أجل الوصول إلى هذه المناطق نلاحظ على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المؤثرين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفاعدين عدد من الرياضيين ذهبوا إلى الأسواق الكبرى من مدن الكبرى كالدار البيضاء الريضاء من أجل شراء عدد من الكيميات الأغذية من أجل نقلها هنا إلى المناطق المتضررة ومساعدة الناس نعم هذا الجزال أيضا هو تزامن مع نهاية الموسم السياحي في المغرب وما زالت البلاد تعج أيضا بعدد من السياح في مناطق المغرب المختلفة هل توفت لك معلومات حول أوضاع هؤلاء السياح ما إذا كان بعضهم من ضمن هذا عدد الكبير من القتلى والجرحة ما إذا كان بعضهم الآن يهم بمغادرة البلاد بخصوص الضحايا من السياح أو من الأجانب ليست هناك أي معلومات رسمية لحدود اللحظة لحدود الآن نتحدث عن مئتي وإثناء وفاة في صفوف المغاربة يعني سكان هذه المناطق التي ضربها الزيزال بخصوص السياح خاصة على مستوى إن كنا نتحدث على مستوى المناطق مناطق الجذب السياحي في مدينة مراكش عينت مساء الجمعة أن هناك العديد من السياح يتجهون إلى مكاتب الصرف من أجل تهيئ الفسهم ربما لمغادرة بعد أن ضرب المنطقة الزيزال عنيف لم تعد تسمح معه أي ضروف للتنزل والتجوال أنا أشكر جزيرة الشكر على كل ما تفضلت بمعلومات وتفاصيل كنت معنا من يقليم الحوض جنوب مراكش الصحفي جواد الأطل استحياتي سيد جواد موسيقى موسيقى أخلى مسؤولون مستشفى في منطقة تحناوت بولاية مراكش من مرضاه ونقلوهم إلى خيمة كبيرة مجهزة بكام المعدات الطبية وذلك وذلك بعد خروج المستشفى عن الخدمة بسوء بتصدعات خطيرة بجدرانه وأعمدته ومرافقه الناتجة عن الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في المغرب حيث أعاد المسعفون توزيع المرضى في العيادة الميدانية التي خصصت لاستقبال كل المتضررين وبعض منهم تم نقله إلى مستشفى عسكري زار الزلزال بلادا عدة على مر التاريخ هذا الزائر الثقيل أحدث دمارا لا يحصى خسائر في الأرواح ومادي أيضا نستعرض لكم أبرز الكوارث الزلزالية في التاريخ الحديث حدث هذا جراء الزلزال بقوة سبع درجات في المغرب فما الحال إن اشتدت قوته إذن تسع درجات وأكثر حدث ذلك في تشيلي عام 1950 دمرت المدينة بالكامل وتوفي الآلاف إندونيسيا نصيبها من الاهتزاز واسع لا تتنازل القوة هنا عن الدرجة التاسعة هزة قتلت 262 ألفا وشردت مليونا ونصف المليون شخص بل وتسببت في تسونامي طال أربع عشرة دولة في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا اليابان قبل 12 عاما زلزال قورن أثره بالقنبلة النووية خلال الحرب العالمية الثانية أعداد المفقودين لا تحصى مدينة هونشو الساحلية توالت الارتدادات فيها أكثر من خمسين هزة فيما بقي السكان مشردين لأشهر أما هنا زلزال آخر حصد الأرواح في الصين عام 1976 أكثر من 300 ألف وفاة صنف الأكثر فتكا بالبشر تلته كوارث أخرى لكن لهذا الحادث وقعا وذكرا أكثر من 70 كارثة سجلها التاريخ الحديث خسائر مادية بالمليارات أقصاها في اليابان قدرت ب360 مليار دولار تلتها الصين بلغت خسائرها 150 مليار دولار إحصاءات لم تمحها التاريخ وإن جاءت بكوارثة أكبر حجما غداء السالم العربية اشتركوا في القناة ومن المغرب مشاهدين نذهب الآن إلى أخبار قمة العشرين التي تختتم اليوم في الهند بتسليم رئاسة القمة المقبلة إلى البرازيل حيث تبنت مجموعة العشرين إعلانا توافقيا رحبا رسميا بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى التكتل ودعا جميع الدول إلى الامتناء عن التهديد بالسلاح النووي أو استخدام القوة ويأتي التوافق الذي أعلنه رئيس الوزراء الهندي لتتويج جهود تبذلها الهند منذ أشهر لتجاوز الانقسامات العميقة بين دول الأعضاء حول حرب أوكرانيا وهيكلة ديون الدول النامية هذا وأعلن ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند وشرق الأوسط وأوروبا وأكد ولي العهد السعودي في كلمة له خلال قمة العشي في نيوزلهي أن الممر الاقتصادية سيساهم في تعزيز التجارة العالمية عبر ربط الموانئ وتطوير البنية التحتية التي تشمل سككا حديدية كما سيعفر فرص عمل نوعية ويحقق مكاسب طويلة الأمد لدول الممر وأشار أيضا لأن المشروع الضخم يتضمن مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهايدروجين ويعزز أمن الطاقة العالمي كما سيتضمن مد كابلات لنقل البيانات بين الدول المستفيدة يطلب الاستمرار يسعدني اليوم لاجتماع هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر الاقتصادي بين الهند والشرق الوسط وردى وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبرورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بسطورة عامة سيسه ويسهم هذا المشروع تطوير وتأهيل البنى التحتيرة تشمل سكة حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور الصلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب وتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادة الطاقة العالمية بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة وحدود ومدات كفاءة ومثوقية عالية كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساعد تنفيذها في توليد فرص عامة جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على انتداد الممرات العبور لجميع الأطراف الحضور الكرام أن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الريات اللازمة لتنفيذه وفق الطار الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه ثم الاتفاق عليه وبعد إعلان توقيع مذكرة استفاهم بشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وشرق الأوسط وأوروبا جرت مصافحة ثلاثية بين ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ليندرامودي وثمن بايدن دور ولي العهد في مشروع الممر الاقتصادي ومعنا مشاهدنا من المركز الإعلامي للعقاد قيمة العشرين في نيوداله موفدة العربية أهلا بك ونتعرف معك على جدوى الأعمال اليوم الثاني والأخير لقيمة العشرين كيف تبدو الصورة هناك أهلا بك أحمد نحن متواجدون الآن في قاعة الإعلام الدولي حيث الصحفيين يتواجدون طبعا لمتابعة جدوى الأعمال لاحظ معي هذه الشاشة أحمد كذلك هذه الشاشة التي نتابع من خلالها مختلف كلمات القادة منذ قليل كانت هناك كلمة لرئيس البرازيلي وساعة ثالثة كذلك نرتقب كلمة للرئيس التركي رشاد طيب أردوغان المفروض كذلك أنه الساعة الواحدة بتوقيت نيوداله كان المفروض أن تكون هناك كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تعلم أحمد بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو الذي طبعا يترأس وفد روسيا في ظل غياب الرئيس بوتين بوتين غايب ولكن كذلك الرئيس الصيني تشين جينبينج يغيب عن هذه القمة تشين جينبينج أول مرة يغيب عن قمة العشرين منذ توليه السلطة في 2012 ما فتح الباب أمام تأويلات البعض يتحدث عن الخلافات بين الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية التقطت هذا الغياب واعتبر الرئيس الأمريكي بايدن بأن هذا الغياب يمثل موضوع لا يساهم كذلك وهو موضوع مقلق وخيبة أمل هكذا قال الرئيس الأمريكي اعتبر بأن غياب تشين جينبينج هو خيبة أمل كنت تحدثت عن جدوى الأعمال اليوم نحن في انتظار بعض الكلمات كذلك ولكن إعلان قمة العشرين قمة نيوديله الإعلان تلاه بالأمس رئيس الوزراء الهندي وتحدث فيه عن نقاط مهمة تطرقت أحمد منذ قليل عن موضوع أوكرانيا والحرب الروسية أو العملية العسكرية روسية تحدث أو تغاضى عن التنديد الصريح بهذه العملية العسكرية ما اعتبرته روسيا نقطة إيجابية في هذا الإطار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان لوح قبل انعقاد قمة العشرين وقال إن سيكون هناك تنديد بهذه العملية العسكرية فنحن سنعطل تمرير هذا الإعلان وبالتالي هذا الإعلان إن شمل تنديد صريحا بالعملية العسكرية الروسية فسيكون إما إعلان غير ملزم أو جسئي وبالتالي إعلان نودالهي لم يتضمن هذا التنديد الصريح بالعكس هو فقط أصر على الحديث والمطالبة مطالبة الدول بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية والأممية أحمد طيب ريم ولعل الحدث الأبرز أيضا في خلال هذه القمة هو توقيع مذكرة التفاهم حول الممر الاقتصادي لهذا المشروع السعودي الهندي الأوروبي أيضا كيف كانت الأصداف القمة حول هذا المشروع باختصال سمحت مراقبون يعتبرون بأن هذا نقلة نوعية في التجارة العالمية هذه التصريحات لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والتي تحدث عن جزء منها نحن نتحدث عن ممرين سيكاك حديدية ونتحدث عن ممر سيربط الموانئ البحرية ستربط هذه الممرات الهند بالشرق الأوسط بأوروبا ومراقبون يعتبرون بأن هذه نقلة نوعية في التجارة العالمية هذه الاتفاقية الجديدة هي أولا ستمنح التجارة العالمية أكثر وستوفر لها أن تتقدم أكثر وأن تطور أكثر وأن تتعامل الدول بطريقة أوسع أكثر كذلك ستكون هناك محاولة لازدهار البناء تحتية سيكون هناك كذلك عمل لطويل الأمد فيما يخص هذه البلدان وخاصة تعلم أحمد ضرورة ربط الموانئ المائية بعد كل المشاكل التي لحقت بموضوع الموانئ فهذه كذلك فرصة لمختلف هذه الدول لتحسين إنتاجها لتحسين تجارتها وهناك صفحة جديدة هنا مراقبون يتحدثون عن صفحة جديدة في مجال التجارة العالمية نعم شكرا لك على كل هذه معلومات والتفاصيل كنت معنا من المركز الإعلامي لنعيقاد قيمة العشرين في نيوداله موفدة العربية ريم بوغامر التحيات ريم أولت القيادة السعودية اهتماما عالميا ورستخت نفوذها السياسي والاقتصادي ومع ذلك كان للجانب الإنساني نصيب كبير من الاهتمام التقرير التالي والتفاصيل كما للجانب السياسي والاقتصادي أهمية لدى السعودية في مبادراتها الدولية فقد أعطت الجانب الإنساني الاهتمام العشرين في عام الفين وعشرين الاستثنائية اذ ترأست الرياض عددا من المبادرات العالمية ساهم موقع السعودية على مفترق الطرق لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بأن يكون لها دور مهم في ظل الأزمة الاقتصادية حينها نذكر منها تحديدا مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرا لضمان دعم تلك الدول وحماية الأرواح كما أطلقت السعودية مبادرة تهدف لضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية من منتجات الرعاية الطبية والصحية والغذائية دعمت السعودية لمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 500 مليون دولار مقدمة للجهود العالمية ومبلغ 300 مليون دولار قدمت لدول بعينها لمساعدتها في التصدي للجائحة جهود كانت نتاج سنوات طويلة ممتدة ومستمرة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 فلا تزال الرياض تول اهتماما كبيرا بالقضايا التنموية والجهود الإنسانية التي تساهم في دعم الدول النامية والأكثر حاجة وتعزيز أمنها الغذائي والقضاء على الجوع والفقر في البلدان الأكثر احتياجا وأيضا الإغاثة في الكوارث الطبيعية السعودية ساهمت في جهود الأمن الغذائي العالمي عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي نفذ أكثر من 772 مشروعا للأمن الغذائي في 71 دولة مبادرات السعودية وضعتها على قائمة أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية وأحد أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي تغطيتنا مشاهدين مستمرة لزلزال المغرب الزمين عيفا الأحمر يلتقيكم بعض اللحظات متابعة أحمد لدينا ساعة إخبارية مبتوحة على ما يحدث في المغرب وزلزال المغرب أخر التحديثات أيضا كذلك مع مراسل العربية وضيوف للتعليق على هذا الزلزال وتدعياته أيضا شكرا لك أحمد لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات